اشتركوا في القناة يحمل شحنة سالبة ويكون عدد الالكترونات فيها اكبر من عدد البروتونات الموجبة وبالطبع لن تتكون رابطة ساهمية بين الايونات بل تكون داخل شبكة باللورية فكيف يقاس نصف القطر الايوني؟ تقاس نصف المسافة الواقعة بين نواتي ايونين متجاورين في بنية باللورية وتسمى هذه المسافة بنصف القطر الايوني ومثل الذرات المتعادلة ستلاحظ ازدياد تدريجي في حجم الايون بزيادة العدد الذري في المجموعة كلما اتجهنا من اعلى الى اسفل المجموعة دعنا نأخذ على سبيل المثال المجموعة الاولى كما فعلنا في نصف القطر الذري ليسفل عليك المقارنة جميع عناصر المجموعة الاولى كما تعلم لديها الكترون واحد في مستوى التكافؤ الاخير لذلك تميل الى فقد هذا الالكترون للاستقرار والوصول الى التركيب الثماني عدل ليثيام طبعا التي تستقر بالكترونين في المستوى الاول ماذا تلاحظ بعد تحول الذرة الى ايون موجب؟ لقد اختفى مستوى كامل من كل ذرة ايا كان عددها الذري هذا يعني ان الايون الموجب اصغر من ذرته المتعادلة ورغم ذلك تلاحظ انه في المجموعة الواحدة ما زال الايون يزداد حجمه بزيادة العدد الذري وما زال هناك زيادة مستوى في كل عنصر عن العنصر الذي يسبقه وذلك لان قوة الحجب تزداد بزيادة عدد الالكترونات الداخلية فيقل تأثير الشحن النووي على الالكترونات الخارجية طيب ماذا بالنسبة للايونات السالبة؟ هناك مجموعات تكون ايوناتها سالبة وليست موجبة مثل المجموعة السابعة مجموعة الهلوجينات لنأخذ على سبيل المثال الكلور يمتلك سبعة الالكترونات في مستوى الطاقة الخارجي ويميل لذلك الى اكتساب الالكترون واحد يصل للتركيب الثماني لذرة الارغون عندما يكتسب الالكترون يكون عدد الالكترونات 18 الالكترون بينما عدد البروتونات عددها يبقى ثابت سبعة عشر بروتونا موجب يعني قوة تنافر هذه الالكترونات والتي تزيد من حجم الايون اكبر من قوة جذب النواه قوة شحنة النووية فتكون اقل وبالتالي يزيد حجم الايون لذلك يكون حجم الايون السالب دائما اكبر من حجم ذرته المتعادلة لذلك خذها قاعدة الايون الموجب دائما اصغر من ذرته المتعادلة والايون السالب اكبر من ذرته المتعادلة وما زال التدرج في الحجم الايوني يزداد في المجموعة السالبة ايضا لانه يزداد مستوى طاقة كامل عند انتقالنا من عنصر الى اخر بزيادة العدد الذري وقد شرحت التفسير لذلك عدة مرات اما في الدورة فالتدرج يختلف قليلا لان الدورة تحتوي على ايونات موجبة وايونات سالبة في نفس الوقت وذلك لان الدورة تتضمن في الزات التي تميل الى فقد الالكترونات والتحول الى ايونات موجبة ولا في الزات تميل الى اكتساب الالكترونات والتحول الى ايونات سالبة اذا الدورة تحتوي على في الزات ولا في الزات لذلك يمكننا تقسيم الدورة الى نصفين نصف ايونات موجبة وتلاحظ ان الحجم الايوني فيها يقل بزيادة العدد الذري لأن عدد البروتونات الموجبة أكبر من عدد الإلكترونات السالبة وعندما يكون عدد البروتونات الموجبة أكبر من السالبة إذن يقل الحجم بالتالي تزيد الشحنة النووية فيتقلص حجم الآيون بزيادة العدد الذري ثم تأتي الآيونات السالبة بدءا من النايتروجين الذي يكون حجمه أكبر بكثير من الآيونات الموجبة الموجودة معه في نفس الدورة لكن عند الانتقال العنصر التالي وهو الأكسوجين الذي يكون آيون سالم تلاحظ انخفاض في الحجم الآيوني تدريجيا فأكبر وهو النيتروجين ثم الأكسوجين وأصغرها هو الفلور إذن نفس الشيء يقل الحجم الآيوني بزيادة العدد الذري في الدورة الآيون السالب أيضا يقل حجمه إذن نستنتج من ذلك كله أنه في الدورة الواحدة يقل حجم الآيونات الموجبة بزيادة العدد الذري وكذلك يقل حجم الآيونات السالبة بزيادة العدد الذري من اليسار إلى اليمين وتلاحظ أيضا أن الآيون السالب أكبر من الآيون الموجب الذي يقع معه في نفس الدورة طيب هل يعني هذا أن الآيون السالب أكبر من أي ذرة متعادلة وأكبر من أي آيون موجب؟ أتوقع أن جوابك سيكون بالطبع لا لا الآيون السالب أكبر من ذرته هو وليس أكبر من الذرات الأخرى أكبر من ذرته وأكبر من الذرات أو الآيونات الموجودة معه في نفس الدورة فأيون الأكسوجين مثلا السالب حجمه 140 بيكومتر بينما ذرة البوتاسيوم التي توجد في دورة أخرى حجمها 227 بيكومتر بينما أيون السيزيم الموجب الذي يوجد في دورة مختلفة حجمه 169 بيكومتر لاحظ الإختلاف مع أنها أيونات سالبة إلا أن حجمها أقل طيب يا أستاذة كيف نقارن حجوم الذرات والآيونات المختلفة؟ الأمر غاية في السهولة لكن يحتاج إلى قليل من التركيز انتبه معي تأمل الآيونات والذرات التالية تلاحظ أن جميعها يمتلك نفس التوزيع الإلكتروني 1S2, 2S2, 2P6 أي أنها جميعا تمتلك عشرة إلكترونات نفس العدد من الإلكترونات لكنها تختلف في عدد البروتونات الموجبة فمثلا أيون الأكسوجين السالب يمتلك ثمانية بروتونات وأيون الفلوريد يمتلك تسعة بروتونات ذرة النيون تمتلك عشرة بروتونات بينما أيون الصوديوم الموجب يمتلك 11 بروتون وأيون المغنيسيوم الموجب الثنائي يمتلك 12 بروتون أي أن القوة النووية أو الشحنة النووية مختلفة في هذه الذرات والأيونات فالأيون الذي يمتلك بروتونات أكثر يكون حجمه أصغر عند ثبوت عدد الإلكترونات خذها قاعدة عندما يتساوى عدد الإلكترونات فإن الذرة الأصغر ستكون الذرة التي تمتلك أكبر عدد من البروتونات الموجبة لنأخذ مثالاً أصعب قليلاً لدينا الأيونات والذرات التالية ونريد ترتيبها تنازلياً من الأكبر إلى الأصغر أولاً نقوم بكتابة التوزيع الإلكتروني لها كالتالي ثم نقوم بترتيبها بدءاً من الأعلى في مستوى الطاقة فالذرة أو الأيون الذي يملك أكبر رقم في مستوى الطاقة سيكون هو الأكبر حجباً بالطبع نلاحظ أن السيزيوم لها ستة مستويات طاقة إذن ستكون هي الأكبر حجماً الريبيديوم والفضة لهم خمس مستويات طاقة ثم الألمونيوم والسيليكون لهم ثلاث مستويات طاقة وأخيراً يبقى لدينا أيون الألمونيوم وأيون الأكسوجين الثنائي يمتلكان مستويي طاقة وكذلك ذرة الأكسوجين الآن نقوم أو نريد ترتيب الأشياء المتكررة كيف نرتب الريبيديوم والفضة أيهما أكبر والسيليكون والألمونيوم ثم الأكسوجين أم أيونه أم أيون الألمونيوم بالنسبة للريبيديوم والفضة فهما يقعان في نفس الدورة ونحن نعلم أن الحجم يقل في الدورة بزيادة العدد الذري إذن سيكون الريبيديوم أكبر حجماً من الفضة وكذلك الحال بالنسبة للألمونيوم والسيليكون يقعان في نفس الدورة الدورة الثالثة إذن الألمونيوم بما أنه جاء أولاً سيكون أكبر حجماً من السيليكون بقي لدينا الأكسوجين وأيونه وأنت تعلم أن الأيون السالب أكبر من ذرته إذن سيكون الأوثنين سالب أكبر من الأو الثرة المتعادلة نريد الآن أن نقارن بين أيون الألمونيوم ألثري موجب وأيون الأكسوجين أوثنين سالب كلاهما يمتلك عشرة إلكترونات إذن عدد الإلكترونات ثابت فيهما كليهما لكن تختلف عدد البروتونات وقلنا أن الأيون أو الذرة الذي يحتوي على عدد بروتونات أكبر عند ثبوت عدد الإلكترونات سيكون هو الأصغر حجماً أيون الألمونيوم لديه ثلاثة عشر بروتون موجب بينما أيون الأكسوجين لديه ثمانية بروتونات فقط إذن سيكون أيون الألمونيوم هو الأصغر حجماً من أيون الأكسوجين إذن سيكون الترتيب كالتالي سيزيوم أكبرها حجما ثم الريبيديوم الفضة الألمونيوم السيليكون أيون الأكسوجين السالب ثم الأكسوجين وأصغرها حجما سيكون أيون الألمونيوم الثلاثي الموجب أتمنى أن يكون الشرح واضح شكرا للمشاهدة